المحافظة الجنوبية وذلك خدمة للوطن والمواطنين مبينا سموه أن التسجيل لموسم البر فعليا سيكون من الرابع عشر من نوفمبر الجاري عن طريق التسجيل الألكتروني أو الحضور الشخصي في مركز خدمات المخيمين جاء ذلك خلال كلمة سموه في اجتماع خصص للإعلان عن موسم البر 2019-2020 والضوابط والشروط المنظمة له بحضور اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات المتعاونة كما أكد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية على دور المحافظة في تبني وتعزيز الدور الأمني والشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية والخاصة وتحقيق الوعي الأمني والمجتمعي ضمن توجيهات الفريق والركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المبادرات الأمنية والاجتماعية في جميع المناسبات بما فيها موسم البر وكشف سموه عن اطلاق مبادرة خيم التي تضم باقات من قنوات التواصل الإلكتروني مشيرا سموه إلى حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتقدم أفضل الخدمات بالطرق الذكية والميسرة عبر قنواتها المختلفة من خلال التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق الجنوبية في الهواتف الذكية مشيرا سموه إلى أن التسجيل لموسم البر سيكون من غير فرض رسوم على المخيمين وتخصيص مواقع خاصة للعائلات والأفراد من جانبهم ثمن الحضور من الجهات الأمنية والجهات المتعاونة دور المحافظة في التنسيق المشرك لاحتضان موسم البر للوقوف على الإجراءات والاشتراطات الكفيلة بحفظ الأمن والسلامة أثناء موسم البر في هذا الاجتماع تم إعلان عن موسم البر اللي هو بيكون إن شاء الله بتاريخ 20 نوفمبر إلى 20 من مارس في هذا الموسم إن شاء الله تكون في مبادرة جديدة باطلاق مسمون المحافظة اسمها مبادرة خيم المبادرة هي عبارة عن باقة من الخدمات الإلكترونية اللي هي عبارة عن تسجيل إلكتروني بالإضافة إلى خدمة إحنا نوصلك تسهل لنا الوصول إلى المخيم بأسرع وقت من عبارة إرفاق صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي فيسهل لنا الوصول إلى المخيم إذن الله اشتركوا في القناة